يستمر مرور الشحنات عبر معبر كرم أبو سالم ومنه إلى قطاع غزة فيما توصل السلطات الإسرائيلية تعنتها في رفض السلع الغذائية ومواد الغذة وإرجعها مرة أخرى إلى مصر دمنى سياستها في العقابة الجماعية للشعب الفلسطيني وتجويعه عبر منع أو تقليل المساعدات المقدمة إليه هذا وقد شهد اليوم انتهاء أعمال الجولة الثانية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في قطاع غزة بينما تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة غدا الاثنين والمزيد من التفاصيل يطلعون عليها زميل باسم أبو العنين مراسل التلفزيون المصري تحياتي إليكم من مدينة رفح ومن أمام معبر رفح البري حيث تتواصل اليوم الأحد عبور الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية الإغاثية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم والذي كان مغلقا بالأمس نظرا للعطلة الأسبوعية هناك في إسرائيل وحصرنا اليوم نحو سبعين شاحنة محملة بالمواد الغذائية مرت إلى كرم أبو سالم ولكن عاد منها نحو إثنتان وثلاثون شاحنة بنفس حمولتها بعد تفتيش الجانب الإسرائيلي ورفض استقبال هذه الشاحنات رغم أنها كانت شاحنات محملة بالمواد الغذائية وقرورات المياه ولكن هذا يفهم دائما أنه من ضمن سياسة تجويع شعب الفلسطيني وفرض الأمر الواقع والعقاب الجماعي للفلسطينيين في غزة أيضا من ضمن هذه الشاحنات التي عبرت إلى الجانب الآخر وأفرغت حمولتها نحو ثماني شاحنات أربع منها محملة بالسولار وأربع منها محملة بالغازة نفذت عبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة أخيرا على الجانب الصحي انتهت اليوم فعليات الجولة الثانية لتطعيم الأطفال في قطاع غزة ضد مرت شلال الأطفال والتي استهدفت نحو ثلاثمائة وأربعين ألف طفل دون سن العشرة فيما تبدأ المرحلة الثالثة غدا مستهدفة نحو 150 ألف من أطفال غزة دون سن العشرة بالنسبة لوطيرة القصفة الذي كان يسمع على مدى الساعة في الأيام الماضية اليوم هدوء نسبي في حدود ما وراء المعبر وباستثناء طائرات المراقبة الجوية التي نسمع ونراها في بعض الأوقات تطير على الشريط الحدودي فوق قطاع غزة لطيلة النهار ونعرف من صوتها وحينما تنخفض يعني يمكننا أن نراها برأي العين هذه كانت أبرز الأحداث حتى ساعتنا هذه من أمام معبر رفاح كان معكم باسم أبو العينين التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر